نروح كمان لأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي مساء الخير على حضرتك ويعني احتفالية أمس ودعم كبير من الشعب المصري للشعب الفلسطيني واستفاف حول القيادة السياسية وموقفها الواضح والجلي من القضية الفلسطينية ويعني تقديم كل أوجه الدعم والمساعدة لأهلينا في غزة أستاذ ناجي حالك سمعني طيب لحد ما يكون معنا أستاذ ناجي الشهابي كنت بكلم مع حضرتكم عن احتفالية أمس والحقيقة أنه يعني ناس لسنحلها من اليوم الأول من الحرب الغشمة على قطاع غزة وهي مسألة موقفنا السياسي المصري المشرف من القضية الفلسطينية واللي يمكن مصر أخذت على عطيقها هذا الموقف للتحدث للعالم عن القضية الفلسطينية وحقوق هذا الشعب الفلسطيني نعود لأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي مساء الخير على حضرتك فندم ويعني مشاهد الاحتفالية أمس الحقيقة مشاهد قوية داعمة للموقف السياسي المصري المشرف تجاه القضية الفلسطينية ويعني أهلينا في غزة مساء الخير أستاذ أهلي ومساء الخير لكل سادة المشاهدين يعني احتفالية أمس كانت تدشين لأيام سابقة عمرها حوالي خمسين يوم من المواقف الدعمة للدولة الفلسطينية للدولة للقضية الفلسطينية من المواقف الشعبية الدعمة للدولة المصرية أيضا والقيادة المصرية الرئيس عفتاح سيسي يعني عقب في اليوم التالي لهذه الحرب الوحشية الإسرائيلية على أهلينا في غزة كان له مواقف واضحة وقوية هذه المواقف القوية والواضحة كانت هي التغير في موادين وقوة في الشاكل الأوسط في العالم بدء التغير في مواقف حكومات الدولة الغربية التي كانت منحادة نحيادا أعمى لدولة إسرائيل وتعتبر ما تقوم به من عمليات وحشية لقوات الاحتفال الإسرائيل هي الدفاع عن النفس كان أيضا تغييرا وهو ضحا للموقف العربي الذي كان من قبل فترة احتمام القضية الفلسطينية وكان هناك فيها رؤية للطبيع البعض تصور أن هذا المخطط الناتج عن القصف المتواصل على المدنيين في غلدة ودفعهم دفعا إلى التهجيل القصري إلى سيناء سوف يمر مهور الكرام وسوف تنتهي إسرائيل أو تنتهي من صباح أشياء الفلسطيني بحيث تكسيه ودروسه خارج أرضه خالد أراضيه إلى سيناء وتصبح فلسطين أرضي بلا شعب وعلونه من الهودي الدولة الإسرائيلية فتصوره هذا الكلام ولم ينحوه عربي مؤاتي يعني محيئ لذلك ولكن لم يعمروا حساب الرئيس مصر ودولة مصر لا للتحجير الفلسطينيين إلى غزة وضعتها ماثة بالأمن القوم المصري وبدأت من هذا الموقف الحاسم القوي الذي أعلم فيه الرئيس أن الأمر لم يبدأ يوم 7 أكتوبر لكنه بدأ من قبل أن هناك شعب على الفلسطين شعب يعاني من عدم تنكيز كارات شعرات دولية على مدى 75 عام أن هذا الشعب يريد أن يرى له دولة مستقلة دات في هذا على حدود ربما من يونس 67 وعلى سمطة القدس أحد كانت صور أن الموقف سواء أكتوى ويعلن بهزير كوه وزير وضوح يبدأ من حل جذري للقديم الفلسطينية لكي يستدب الأمن والسلام في شركة رعوة عنهم ليس في التحسيسي وكون حول منه رأي عام عربي ثم بعد ذلك رأي عام دولي وعمل مؤتمر السلام ثم تم عقد مؤتمر القمة العربي الإسلامي وكلها كانت يعني كلها كانت بناء وكلها أخذت خرز الطريق ووضعها ليسا فتح السيس منذ بداية الأزمة لكي تتبناه قمة القرارة للسلام وتتبناه الكمة العربية الإسلامية وأيضا تبدأ تغيير في مواقف دول الغرب اللي كانت معادية للحق الفلسطيني والمنحاجة لدولة الكائنة السوائية في المسطينة العربية وأعني بيها تحديدا على النهاردة الرئيس بايدن أنه هوتها الشوكة بقيتها في التحسيسي كان من قبل كان بيدر السائل حق للضرب صحيح ويمكن كل ما يحدث يا أستاذ ناجي اليوم ودخول الهدنة يومها الأول بيبلور الدور المصري عربيا وإقليميا في القضية الفلسطينية وحفاظ مصر على حقوق الشعب الفلسطيني أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا ترجمة نانسي قنقر